شباب احنا كده عرفنا الحروض الوطن العربي المنقع الفلكي والمنقع الجغرافي حد عانده اي مشكلة فيها لا ندخل علي بعده مساحة الوطن العربي بقى مساحة الوطن العربي احنا الوطن العربي عندنا بيدم كم دولة الاول 22 دولة 10 في افريقيا و12 في اسيا طيب مساحة الوطن العربي ده كله قد ايه 13 مليون كيلو متر مربع يبقى على الدول الوطن العربي 22 دولة يبقى على الدول الوطن العربي قد 22 دولة تتوزع بين قرية اسيا وقرية افريقيا مساحة الوطن العربي قد دي 13 مليون كيلومتر مربع. يبقى مسحة الوطن العربي قديه 13 مليون كيلومتر مربع. الوطن العربي فيه كم دولة? 22 دولة. دول الوطن العربي كلها مقسمة بين دول بتقع في قرد اسيا ودول بتقع في قرد افريقيا. وهناعرف ايه هما دلوقتي. كان في اسيا وكان في افريقيا? عشرة بيقعوا في الجناح الافريقي واثناشر بيقعوا في الجناح الاسيوي اوكي طيب او الدول اللي عندنا بتقع في الجناح الافريقي كي جمعيا مصر السودان ليبيا الجزائر تونس بين ليبيا والجزائر وبعدين المغرب وموريتانيا جيبوتي السغنانة ده اهيه ما تنسيش جيبوتي في الحط ده قبل السومال والسومال يبقى مصر السودان ليبيا دول جنب بعضه يبقى مصر سودان ليبيا وبعدين الجزائر اللي اكبر دول الوطن العربي الجزائر اكبر دول الوطن العربي الجزائر اللي بيقع بالليبيا والجزائر تونس وفوق الجزائر بتقع المغرب وبعدين موريتانيا وبعدين السومال وجيبوتي يبقى مصر السودان ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا الصمار جبوتي دول دول الجناح الافريقي هي دول الجناح الافريقي عشرة بس والجناح الاسيوي اتناشر بس ده مش معنى ان الجناح الاسيوي طالما عدد دوله اكتر يبقى اكبر من الجناح الافريقي لأ الجناح الافريقي اكبر مع ان عدد دول اتناشر بس اه لان الدول بتاعت الجناح الافريقي مساحتها كبيرة عن دول الجناح الاسيوي يبقى عدد الدول ملهاش علاقة بالمساحة لأ ده الجناح الافريقي اكبر من الجناح الاسيوي في الدول العربية الدول اللي في الجناح الافريقي اكبر من الدول اللي في الجناح الاسيوي ملهاش علاقة بعدد الدول تمام؟ أما دول الجناح الأساوي بقى عرضها اطناقص دي ايه بقى؟ عمان واليمن نعرف ان اللي تحت دي عشان دول الجناح الأساوي بيتلغبط على الجناح الأفريقي نعرف ان اللي تحت دول عمان واليمن هم اللي تحت دول اللي مقسم الاتنين كان لما فرقه عرضه خالص عمان واليمن نطلع فوق عمان هنلاقي الإمارات الإمارات قطر البحرين الكويت يبقى عمان الإمارات كطر البحرين اللي هي أصغر الدول العربية البحرين وبعدين الكوين وبعدين هنلاقي دولة كبيرة عندنا كده فوق العراق سوريا لبنان يبقى سوريا وجنبها لبنان وبعدين فلسطين الأردن وأكبر دولة بقى في الجناح الأسياوي مش في الوطن العربي في الوطن العربي الجزائر أما في الجناح الأسياوي في الدول دول أكبرهم السعودية السعودية بقى ده منطقة كبيرة جدا أكبر الدول في الجناح الأسياوي أكبر الدول اللي في الجنح الأسوية السعودية أما عمت الأكبر الدول العربية الجزائر أصغرها البحرين ها مركزين أيها مركز يا عبد الرحمن أيها تمام تمام أنس عبيدة أيها كل مركز أيها أوكي قل لي قل لي أنس مساحة الوطن العربي قدية النوس مساحة الوطن العربي 13 مليون كيلو متر طيب وعلى الدول الوطن العربي قدية 22 دولة تمام عبيدة كان في الجناح اليفريجو وكان في الجناح الأسيوي عبيدة 12 12 في الجناح الأسيوي وعشرة في الجناح الأفريق تمام كلنا كده مركزين ما فيش أي حد في حاجة مش فاهمها اللي مش فاهم حاجة يقول لي أنا مش فاهم كذا أيديها يمس ها اللي مش فاهم حاجة يقول لي الأهمية الحضرية بقى للوطن العربي إيه أهمية الوطن العربي الحضرية ليه الوطن العربي ليه أهمية حضرية كبيرة لأنه قامت على أرض الوطن العربي أعرق الحضرات وأقدم الحضرات على أرض ليه الحضرات المصرية القديمة ليه الحضرات الفرعونية حضرات بلاد العراء اللي هي ما بين النهرين حضرات بلاد اليمن حضرات بلاد الشام يبقى إيه الأهمية الحضرية الوطن العربي ليه الوطن العربي ليه أهمية حضرية كبيرة هنقول لأنه قامت على أرض الوطن العربي أعرق الحضرات القديمة المهمة زي الحضرات المصرية القديمة حضرات بلاد العراء القديم حضرات اليمن حضرات بلاد الشام تمام محمود عمر نعم قولي يا حودا إيه الأهمية الحضرات الوطن العربي الحضرات المصرية القديمة الحضرات المصرية القديمة الحضرات المصرية القديمة بسبب قيام الحضرات القديمة على أرضه وتقولهم لي بقى حضرات المصرية القديمة حضرات بلاد العلاق القديمة بلاد ما بين المهرين حضرات بلاد اليمن حضرات بلاد الشام تمام طيب ايه الاهمية الدينية للوطن العربي الوطن العربي له اهمية دينية كبيرة جدا الوطن العربي اكتسب قيمة روحية عظيمة في نفس سكان العالم ليه الوطن العربي له اهمية دينية كبيرة في نفوس سكان العالم لانه مهد الديانات السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والاسلامية اول ما نزلوا الديانات السماوية الثلاثة لهش نزلوا على ارض الوطن العربي وبعدين انتشروا للعالم يبقى الاهمية الدينية اول حاجة في الاهمية الدينية مهد الديانات السماوية الثلاثة لما اليهودية والمسيحية والإسلامية وجد في الوطن العربي كمان أماكن مقدسة بيقصدها الناس لزيارة زي إيه الأماكن المقدسة دي زي الكعبة المشرفة بالسعودية المسجد الأقصى وكوبة الصحرة بفلسطين كنيسة المهد بفلسطين كلهم دين واحد هو الإسلام والباية كلهم شرائع مش فهر يعني أصد المسيحية دي شريعة بس كلهم على دين واحد الإسلام مش ثلاثة ديان بس هم عملة الثلاث ديانات يعني المسيحيين على دين واحد اللهم الإسلام لا المسيحية الشريعة ماشي أوكي بس صحة لما نيجي نقول أيبقى مهد للديانات السماوية الثلاثة الديانات اللي نزلوا الديانات السماوية الثلاثة اللي هو اليهودية وبعدين المسيحية وبعدين الإسلامية مش هندخلوا بقى من النقطة دي هنتكلم على الديانات عن متى ملناش جعب شرائع ولا ديانات هنقولوا إن الوطن العربي أي ديانة من دول نزلت هو قبل الإسلام مش كان فيه يهودية وكان فيه مسيحية طيب أول ما نزلت اليهودية نزلت للوطن العربي وبعدين انتشرت للعالم كله بعد كده جات المسيحية نزلت للوطن العربي برضو أول ما نزلت في الوطن العربي وبعدين انتشرت من الوطن العربي للعالم كله والإسلام كذلك أول ما نزلت كان على أرض الوطن العربي وانتشر للعالم كله تمام؟ فالوطن العربي أي ديانة من ديانات دول لما نزلت نزلت على الارض الوطن العربي الاول وبعدين انتشرت للعالم كله تمام فاهميني هو بيتكلم في النقطة دي ما ماشي دعا بقى في الشراع او الديانات هو بيتكلم في النقطة ان اي ديانة واي شريعة مثلا اول ما نزل بتنزل على الوطن العربي ومنه بقى كبت انتشر للعالم كله اذا هو كان مهد الديانات فاهميني اه ويوجد به اماكن مقدسة كمان بيقصدها الناس لزيارة زي الكعبة المشرفة بالسعودية المسجد الاقصى وقبة الصخرة بفلسطين كنيسة المهد بفلسطين اوكي كده طيب اوكي انا ماشي انا لما اجي اقول عبد الرحمن يا بودي ايو 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 يا عبد الرحمن ايه لا همية الدينية اللي قطعنا عرب اه مهد الديانات السماوية الثلاث توجد به اماكن مقدسة زي ايه الكعبة المشرفة والمسجد الاقصى وقبة الصخرة وكنيسة المهد كمان كمان كده شباب كمان الاهمية الحضارية وركزوا معي في الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية دي ركزوا معي في الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية مليانة شوية عن الحضارية والدينية الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية بقى الوطن العرب وليه اهمية واقتصادية كبيرة جدا اول حاجة بسبب تنوع موارده لو اهمية اقتصادية لانه موارده متنوعة فيه بيترول على ارض الوطن العربي كتير بيتحكم في طرق التجارة العالمية وبيتحكم في اربع ممرات مهمة هقولك اجل لك ايه الاربع ممرات دور تمام؟ اول حاجة لو جينا نقول بما تفسر تنوع موارد الوطن العربي ليه الوطن العربي موارده متنوعة؟ بسبب تنوع الاقاليم المناخية والحياة النباتية والتكهونات الجيولوجية عن ساحة الوطن العربي كبيرة فالمساحة دي قدت لتنوع الموارد الاقتصادية بتاعته طب تنوع الموارد الاقتصادية بسبب ايه؟ لان الاقاليم المناخية متنوعة حياة نباتية متنوعة وجول التكهونات الجيولوجية به يبقى اول حاجة في الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية لتنوع موارده الاقتصادية طب بما تفسر تنوع موارده الاقتصادية ليه موارده الاقتصادية متنوعة يا ميس؟ لانه في اقاليم مناخية متنوعة في حياة نباتية متنوعة في تكوينات جيولوجية متنوعة تمام؟ يبس التنوعة الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية به تمام؟ تاني حاجة من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية اللي هي وجود البترول والغاز الطبيعي في أرضه وجود البترول والغاز الطبيعي في أرضه ثالث حاجة تحكمه في طرق التجارة العالمية من خلال أقدم العصور اللي هو إيه ده بقى؟ بسبب إيه؟ ليه بما تفسر؟ تحكمه في طرق التجارة العالمية خلال عصور التراخي المختلفة ليه؟ لأنه بيقع في موقع متوسط من قرات العالم يبقى بيتحكم في طرق التجارة العالمية ليه؟ لأنه بيقع في موقع متوسط من قرات العالم وبيشرف على ثلاث أزرع مائية مهمة بحر أحمر بحر متوسط خليج عربي تمام؟ وبيتحكم في أربع ممرات مائية مهمة والممرات دول زادت من أهميته لأن الممرات دي خلته يتحكم في طرق التجارة الملاحة العالمية وده زادت من أهميته في وقت الحرب والصراعات الدولية وده زاد من أهمية موقع الوطن العربي إيه هي الممرات اللي وطن العربي يتحكم فيها وزادت من أهميته مديك هورموس باب المندب قناة السويس جبل طارق وتعالوا معي عايز أوريهم لكم هنا كده أهو عندنا هنا في الحتة ده مديك هورموس وصادوا هنا ها باب المندب يبقى ده هورموس قولوا صادوا هنا باب المندب قناة السويس طبعا إحنا عارفين ديه فوق البحر الأحمر اللي فوق دي أهي وهنا وفوق في الحتة دي مديك جبل طارق يبقى الوطن العربي بيتحكم في ممرات مائية مهمة جدا اللي هما ايه مديك هورموس قصادوا النحية دي باب المندب قرنة السويس يبقى التلالة دول في منطقة واحدة هورموس ها باب المندب قصادوا قرنة السويس فوق باب المندب كده أما البعيد ده مديك جبل طارق أما البعيد هو ايه مديك جبل طارق مديك جبل طارق هناخد كل حاجة بتربط بين ايه وإيه المديك ده ايه هو تعريف المديك ده هو بيربط بين مسطحين مائيين بيصل بين مسطحين مائيين ممر مائي بيصل بين مسطحين مائيين اول حاجة مديك هرموز اللي هو في الاول هنا مديك هرموز بيصل بين اي و ايه بين خليج العربي و خليج عمان بيصل بين خليج العربي و خليج عمان طب ايه الدول اللي بتشرف على المديك ده عمان و ايران عمان و ايران اول حاجة مديك هرموز مديك هرموز ده بيصل بين اي و ايه بين الخليج العربي و خليج عمان من الدول اللي بتشرف عليه عمان و ايران طب نيجي للقصاده اللي هو هنا ها اللي هو في الحتة ده ايه اللي هو اسمه ايه مديك باب المندب مديك باب المندب بيصل بالمسطحين مائين هما ايه اه يا تيتشار ده فوقه هو البحر الاحمر و خليج عدن اهو بيصل بين البحر الاحمر و خليج عدن كلنا فاهمين في حد سرحان كله معايا اعمي اعمي الشباب انا مش تابع رسوط البنات بس فين الشباب كلنا مركزين بس يبقى باب المندب بيصل بين البحر الاحمر و خليج عدن تمام مين اللي بيشرف جوبيتي و اليمن يبقى اللي بيشرف على مديك باب المندب جوبيتي و اليمن جوبيتي و اليمن اللي هو تحت اشراف عربي خالص هيجي يقولك ايه المديك اللي تحت اشراف عربي خالص اللي بتشرف عليه دول عربية هتقوله جوبيتي و اليمن جوبيتي و اليمن اللي اتنين دولتين عربيتين بيشرفوا على المديك ده اذا تحت اشراف عربي خالص يبقى هيقولك بيصل البحر الاحمر و خليج عدن ويجي يقول لك وطبعا ايه وبالتالي بيصل برضو بين المحط الهندي ركز لي على انه بيصل بين البحر الاحمر وخليج عدم طيب قناة السويس قناة السويس بتصل بين ايه وايه بين البحر المتوسط فوقه البحر المتوسط والبحر الاحمر نعرفيني قناة السويس عملوها عشان تصل بحرين ببعض البحر المتوسط والبحر الاحمر من اللي بتتحكم في قناة السويس مصر من اللي بتتحكم في قناة السويس شباب مصر نصر طيب ما دي الجبل طارق اللي هو فوق هنا عنيعو WrestleMania في حدي بتكلم في حدي مش فاهم حاجة ما دي الجبل طارق اللي هو فوق هنا اللي بيوصل بين إيه وإيه بيوصل بين البحر المتوسط هنا وومحوط الأطلنطي بيوصل بين البحر المتوسط وومحوط الأطلنطي مين اللي تشرف عليه المغرب وأسبانيا المغرب وأسبانيا يبقى مين اللي بيشرف على مضيق جبل طارق المغرب واسبانيا يبقى المضيق اللي تحت اشراف عربي خالص هو مضيق باب المندب يبقى مين اللي مضيق اللي تحت اشراف عربي خالص تمام فاهمين كده هادخل على اللي بعده في حدي مش فاهم حاجة طيب الكلام ده كله هيتسمى على الحصة الجاية مفيش في نقاش اللي مش فاهم حاجة يقولي من دلوقتي طيب مصر يبقى في قرنة السويس الجديدة قرنة السويس الجديدة دي عبر عن ايه ان مصر امد بعمل تفريعة موازية لقرنة السويس يعني وسعتها وعمقاتها بمعنى اصح يبقى مشروع قرنة السويس الجديدة دي اللي امر بتوسيع قرنة السويس القديمة اللي بيقولك قامت ايه بعمل تفريعة موازية للقرنة تمام ليه بقى عملت قرنة السويس الجديدة او اللي هو طورت قرنة السويس القديمة ووسعتها وكده عشان تختصر زمن الرحلة بعد ما كانت الرحلة بتاعة البضايع مثلا بتقعد عشرين ساعة لا بتقعد حداشر ساعة بس عشان تمر من القناة وعشان تزود عدد السفن المرين بالقناة وتحقق رواج اقتصادي يبقى الجزء ده معنا مهام مش طلبة معلومة اسرائية يبقى خلاص مش هنذكرها مفيش الكلام ده يبقى ايه اهداف قرن مشروع قرنة السويس الجديدة او بما تفسر تم انشاء مشروع قرنة السويس الجديدة انقول لاختصار زمن الرحلة من عشرين ساعة لحداشر ساعة زيارة عدد السفن المرة بالقناة وتحقيق الرواج الاقتصادي تمام يا شباب تمام ايه النتائج احنا اخدنا ايه اسباب اهمية الوطن العربي اخدنا الدينية والحضرية والاستراتيجية ايه النتائج المترتبة على اهمية الاستراتيجية بتاعت الوطن العربي اللي هي تنوع موارد الوطن العربي وجود على ارض البترول وتحكمه في اهم طرق التجارة وتحكمه في ممارات مائية مهمة ايه نتائج مترتبة على اهمية الاستراتيجية بتاعت الوطن العربي ادت الى او ترتب على ذلك ان الوطن العربي كان دايما محط اطماع من الاستعمار الاوروبي كان دايما دول الاوروبا عايزة تيجي تسيطر على الوطن العربي عشان تنهب خيراته وفعلا اسمت الوطن العربي لدوان مختلفة في المساحة وعرض السكان وعملت بينهم حدود سياسية مصطنعة يبقى تاني ايه النتائج المترتبة على الاهمية الاستراتيجية الوطن العربي نهب خيرات ان تعرض الوطن العربي لاستعمار الاوروبي لازم تقول دي في الاول يبقى ترتب على الاهمية الاستراتيجية ان الوطن العربي تعرض لاستعمار الاوروبي الاستعمال الاوروبي ده عمل في الوطن العربي ايه انها بخيراته قسم الدول العربية لدول مختلفة في المساحة وعمل بينهم حدود مصطنعة وظهور بعض المشكلات السياسية زي مشكلة فلسطين اللي ما زال شعبها بيكافح حتى الان ومشكلة المدن المغربية اللي وسطة ومليلة ومشكلة بعض الجزء الاماراتية ومشكلة جنوب السودان كل الدول دي حصلت على استقلالها مع عدى فلسطين وبعض الجزء الاماراتية وبعض الجزء المغربية مع عدى تمام تمام يبقى لما يجي يقول يا فاطمة ما النتائج مترتبة يا فاطمة على اهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجية فاطمة عبد العزيز ما عليش عسكتبت كارون مايك مكفول طيب ايه النتائج مترتبة على اهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجية ايترتب على ذلك طيب الوطن العربي الاستعمار الاوروبي الذي عامل على نهب خلال الوطن العربي وتقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة في المساحة وعرض السكان تفصل بينها حدود سياسية مصطنعة وظهرت بعض المشكلات السياسية زي مشكلات فلسطين والمدد المغربية ومشكلة بعض الجزء الاماراتية ومشكلة جنوب السودان تمام برافو كده خلصنا اول درس هناخد على اول درس كمان واجب عندنا يبقى هنحفظ حفظ اول درس سواجب صفحة خدر الواجب اتنين وعشرين و تلاتة وعشرين و اربعة وعشرين اتنين وعشرين و تلاتة وعشرين و اربعة وعشرين على الفكرة كلهم اختر كلهم اختر و اكمل و صح خرايط و اختر يعني مشكلة عنها نفسدكم كمان صفحة اصلا يا ميس نعم انا كتابي يا ميس الاسئلة مترتبة مختلفة عين عشان هو الفين اربعة وعشرين هبعت البدي اف حالا على الجروب هبعته لك دلوقتي يا كوك هيتبعت دلوقتي على الجروب يالوجينة حلي من الكتاب اللي معاكي برضو بس حاولي تيبقى ماشية معنا بترتيب الاسئلة يالوجي لان دي مشكلة و احنا بنحل مش هتبقى ماشية معنا بترتيب الاسئلة طب يا ميس انا لسه ما جبتش الكتاب هبعته بدي اف دلوقتي تمام حالا هو ببعطه على الجروب وهتلاقي المشرفة ببعطته حالا تمام ببيعته على الجروب اوكي اوكي ماشي يا حبابي في اي حاجة مش مفهومة نا يا ميس انا قدت المعرضي ثلاث صفح واجب بس كلهم خرعت واختر يالا مخففة عليكم ما قدتش واجب كتير بقى الحس بقى الحس طب ميسوا بقى صفحات يا ميس ايه بقى يتبقى فيه تلات اربع صفحات كده نعمل فيم ايه مش مشكلة هنحلهم اصلا في الحسة وكده كده انا بسأل اصلي بما تفصل وما نتأجي على الدرسة اساسي يعني كده كده حنا ندخل الحسة هنسمى وبعدين نبدأ نحلل الهومورك وابدأ اشرح الجديد فكده كده بسألكو في كل الاسئلة المقالي في الحسة كده ماشي ماشي يا حبابي يالا عايزين حاجة نا سلام يالا مع السلامة باي بار سلام